السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هنهار ان شاء الله غنقدم واحد حلقة لي يعني في حقيقة خصوصة تكون تربية الارانيب وهي اعطاء كيفية اعطاء الضورة لصغار الارانيب خصوصا بعد الفيطان يعني اش حلم واحد كيمشي كيشري خنشة بحال هاد الشكل يرا كبتح شوية الخيصة كبتح 120 درهم ديال الضورة لكن ان هاد الضورة كل يعني حبة كتكون مقطعة في النص بالنسبة للكبار غادي تصلح لهم غادي ياكلوها يعني اعطانيب بالغة غادي ياكلو هاد 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 قديق ديال يعني ليا الماكينة كتخرجوها كل دورة حبة كتكون مقسمة على نصفين لكن ترى واش هاد هاد الدورة هاد ممكن ان هم غادي ياكلوها الصغار الارانيب بعد الفيطان هدا هو سؤال مطروح الجواب ديال هاد السؤال هو ان الصغار كيكل فم ديالهم صغير ميمكنش انه غادي ياكلوه مثلا هاد القطاع بهال الشكل هادا انتو هاي لك اتبال لكم انتو ما الصغير ميمكنش ياكلو هاد الدراء هالي اني مني يكدلوها لهم يا اما كيتضروا ممكن انه يتضر لان هاد الدورة بحال هاكا غادي تحصلوه انه هو عاد صغير يا اما ما غاديش ياكلها جا وغادي خليلك هاد الماكلة كما هي الحل اسموه هو اشنو الحل الحل وهو انكم غادي تجيبو هاد هاد الدورة هادي غادي تغربل هنا غادي نوريكم بطريقة عملية يعني بتطبيق كيفاش غادي نغربلو هاد هاد الدراء هادا انا هاد النهار الساعة انت بزوجة ديالي هالي غادي اول مرة على قناة ديدو سامدي غادي نوريكم كيفاش غادي تغربل هاد الدورة هاد باش نقدرو نعطيوها للصغر اول حاجة غادي تشريو واحد الغربال هادا كيقولو غربال او كين ناس اللي كيقولو بوصيار هاد الشبك ديالو هنا يا العليون ديالو هادا كيقولو اه المتوسط كين واحد رقيق لا يعني من لي ما كيدووش يعني كيديروه الدقيقة كين هاد المتوسط وكين واحد غلايد هاد النوع هادا هو اللي كيصلح في هاد الحالة هادا انتوما كما غادي تشوفوا معايا هاي غادي تقدم بشطورة يعني غادي تشد هاد 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 اللي كين في الخنشة كتديروه في الغربال بهالطريقة انتوما هي عملية بسيطة ماش اي واحد يقدر يديرها غاستخون يكون عندكم المطريان هانتوما كتديروا حدث حفنات كبار وكتقدوروا بهال الشكل لاحظوا ان نسمو غادي تلقاوه التحت شوفوا معاي هانتوما هادا اي تعطاء الكباري يعني الباليغين اللي تحت منه هانتوما كين هاش الدقاقة وهاد الدقاقة سبحان الله ما كتجيش اه يعني غلايدة بززاف اه ارقيقة وننقول يعني مش هي تفرسيس كيجي معها واحد لحوبيباس يعني يلقي وقيم قد الثم ديال الارنب الصغير يعني بعد الفيطان وكونوا متأكدين ان اه المنافع ديال هاد الدورة اراها منافع يعني جد جد فعالة اول حاجة اراها حلوة الماضاق يعني اه هاد الشي كي 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 خرج الناء في اللحم ديال الارنب كي خرج ان اللحم ديال الارنب كي خرج اولا ورا صحي مئة بالمئة يعني هاد الدرارة ماشي شركات يعني مثلا ديال سيكاليم اللي غادي ديروا معها واحدة مواد احنا ما عارفين ش اشنا هما لا الدرار ديالسي دير بي يعني الدرار اه ما يعني ملاقبينش فيها ما دينش فيها شي مواد كيميائية ولا لا الدراء هديك كي يجيبوها كي يبروها كي حيدوها من 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 الكبال وكي يجبدو الدراء وكي تحنوه في المكي الطاحونة وكي خرجوه بهذا الشكل هادا را كل هاد الخنشة هادى را فيها اه انتم ما غادي نورخيكم ش حل فيها من كيلو فيها ربعين كيلو هاي مكتوبة ربعين كيلو جرام ربعين كيلو جرام كتباه مئة وعشرين درام يعني من يجي كتجي تحسب كتلقى واحد جدرها من ونص الكيلو ويا الكيلو ديالا را فيه بزاف را ممكن هاد هاد كيمياء كاملة بحارة تعطيكم واحد نص كيلو يعني را را مخيرة بالنسبة الالانيب را كتشبعهم را كتعطيهم غي كيمياء قليلة لي ممكن انكم تعطيهم اه طاص ديال ياغورس غي واحد كيمياء قليلة هادى هادى را غادي تدير نهار كامل هادى الكيمياء هادى كيمياء هادى تدرب النهار كامل لا صارحة صارحة اولا لي تسمين يعني كتحسوا بالارنب واللب صحة جيدة تسمين الامة هادى كيكونوا كيردعوا بالنسبة للحليب در الحليب يعني واحد معجزة ديال سيد يارب بيوصف كين القضية ديال الحم ديالهم كيخرج فيه واحد النوع ديال الحلاوة يعني كتجيب ارنب كتقول هادى الارنب يعني الماضاق دياله حلو الماضاق ديال ديال يعني مشي حلو انه مثلا غادي غادي در مولين سكر لا هو الماضاق دياله بنين وفي نفس الوقس غادي يعجب الناس اللي كي يعطيو الدورة الناس صحية مئة بالمئة اذا هادى طريقة هادى ديال التغربي هادى و هاد هاد تغربي هادى كونوا متأكدين انه كيكون صالح الارنب بعد الفيطان هانتو ماراني اعطيتوا الارنب ديالي كبرت به واحد يعني واحد الجيل غيب غيب الضرم يعني السيكاليم كيكون مجهد على الصغار يعني شحام واحد غادي بولك انا الارنب ديالي بعد الفيطان كي غادي نديرهم كي غادي نتعامل معهم ها هو الجواب انكم تعطيوهم الدورة مغربلة يعني في الغربة الهانتوما شوفوا الاعيون دياله قداش هانتوما تبارك الله هادى هانتوما راه همكبروا بالدورة هادى راه يعني مية في المية راه كابر بالدورة تبارك الله هادى راه اذكر كابر بالدورة لا غير انا ما عطيت لسيكالي من الاول الناس ديك يقول لك بغينا تسمين ها وجهت الفرصة انكم تسمينوا لانا نبدي لكم هادى راه تبارك الله عندو دابا شهرين ونص شهرين ونص تبارك الله يعني شح المواحد بغي طريقة ديالتسمين ها هي الطريقة ديالتسمين هادى راه ارنب ماشيتا رومي مئة بالمئة رومي راه ديالي كتر من هالشي هادى راه ارنب بلدي هادى راه ارنب بلدي وارنب بلدي فهد المرحلة راه ما كيوصلش لهد الوزن هادى هانتوما تبارك الله راه كابر بالدورة والفصة فقط الفصة اه اعطيت هالو شي ايام ولكن قطعت عليه وكان اعطيه غي الدورة هانتوما هانتوما ها وف القفص ديال ديالورة يالله درتوا فهد القفص هانتوما تسموه كاين هنايا شوية ديالنخالة هايا وكاين الدورة الدورة لا غير هانتوما هادى هادو هادى نغي هادى نخالا غيكا اعاونتوا بها اما هو هادى 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 تبارك الله وها هو دكار اخر هادى هادى راه مكابرين بالدورة لاغيه هادي aunثى هانتوما هانتوما تبارك الله هانتوما راه كابرة باش بالدورة فقط راهى الدورة الناس اللي غادي يجربوها غادي تشكروني بزاف على قضية دي التسمين وشحان موعد كي حصل كيشوف اراني بهذا الحجم هذا انتوما انا غا نوريكم غادي ندوز من جهة الاخرى انتوما اخواني شحان موعد غادي يشوف هاد 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 الحجم هذا غادي يقول انا كيفاش غنتعامل معهم اشنو غادي نعطيهم اسا تريد يضحاء Candy علاج السيقالين يكون فيها موضة مجهداء عليهم يقولوا يا الله انا ما اعطيتهم السكالي مواش غادي نعطيهم ها هي نعطيهم الدورة شدوها غربلوها هدي رامو ناسابة يعني الناس اللي كيربون الارانيب وما فاهمين كيفاش غادي تتعاملوا مع الارانيب في قضية دي التصميم هذا رجاء الجواب هاد نهار راح في حلقة هادية هاد الحلقة راح كان قدم في الديدو سامودي كان قدم هدايا دي ما في تقريبا من شهر لشهر كان قدم هادية المشاركين ديالي راها الدورة راها هادية لا من ناحية التامن لا من ناحية التسمين الحليب وهي دبا وريدكم انها كيفاش غادي تتعاملوا مع الارانيب بعد الفيطان بعد الفيطان اعطيهم الدورة راها نايا كالينة الدورة لا غير الدورة مغربلة ما تعطيهمش الدورة غادي تلاحظوا انكم الى عطيتهم هذه الدورة غادي ياكلوا منها شوية ويخليهم منها شوية وما غادي تفهموش علاش والجواب هو هادا انهم الفم ديالهم راها صغير ما يمكنش ان هاد الفم هادا هاد الفم غادي ياكلوا الدورة كاملة ان الفم دياله خايف تجيس صعيبة عليه انه غادي هادمها بعدها ميمكنش غادي يقدر يدوزه في مسيرنا دياله انتوما شريوا غربال الغربال اش حال كيدين الناس اللي ما عارفين شنا هو غربال كيلي كيقول له بوسيار كيلي كيقول له غربال انه كيفصل الحوبيبات الكبيرة كيحطى الفوق وكي الدقاقة يعني ذك الشي الحوبيبات الصغيرة كتخرج للتحصى في هادا و الدور دياله كتشو السوخ را كيدي 8 دياله كيدي المبين 9 دراهم 10 دراهم 12 دراهم كيوصلوا تهل 20 دراهم واناكين را ما كيمشيش في الندم يعني كتستعملوه يعني بشكل يومي كتتغربلوه كتعطيوه الصغار هانتوما شوفوا استفارك الله راها كيي كل الدقاقة ديال الدورة و لا بغيتوا تعاونوش شوية إلا بغيتوا شري واحد الخنشة ديال النخالة تنخالة را كتساعد ممكن تخلطوها لهم و هذا العمر هذا را مزينا لهم نخالة تنخالة كتديروها مع الدرا يعني خاليط ما بين الدورة والنخالة وكتديرو معها شوية ديال الماء ساخن ماشي تغرقوها بالماء إنا مغي كتسردوها واحد شوية وكتلونوها شوية وكتعطيوها الوزي را تبارك الله را واحد واحد يعني أنا كي كنبغي الخير لي واني كنبغيه لكم تنتومه أنا يا هاد الموضوع را كان اعتبروها هادية هاد النهار هانتوما شوفوا كيفاش كياكلوا را هاد العلة فترة مكانوا عامرين في الصباح وكياكلوا يعني بواحد شارها ما كتدير لهم الكوكسيديا يعني اللا دياري ما كيديروهاش ما تلقاوهاش عندهم الانتفاخات ما غادش تلقاوها ان شاء الله لأن الانتفاخات عندها عندها الحالة ديولة يعني إما العلافة كي يزبلوا فيها وياكلوا الماكلة ديالهم يفزقوا وياكلوا ممكن أنكم تعطيهم الخضراء وتضررهم فكر شهم أما هاد الأكل ديال هاد النهار اقتصادي لا بالنسبة للصغر لا بالنسبة الكبار كل شي نافع وصالح مئة بالمئة يعني قلت لكم كون ما جربتوش ما غديش ندير قاعد الفيديو هذا يعني هاد الجيل هادا راني كبرته بالدورة فقط ورا تصلوا بيا ناس إني أصدقاء تصلوا بيا في الخاص وشرحت لهم يعني الطريقة كيفاش كيفاش يتعاملوا مع الصغار يعني هادا تغربي لهكا وبغيت نوصلها للجميع المشاركين ديالي لأنه في علان طريقة غديت جد جد فعالة إذا الحلقة ديالنا هي هذه الناس اللي يتبعون معنا تل أخر فيديو ما ينسان ناش بزر جام لأن زر جام هو اللي يعني هود صبعك لتحت وتكي على زر جام باش ونقرأ خفيفة باش تساندوني ونقدر نصف لكم فيديويات نافعة وصالحة بحالة فيديو هذا كنشكركم بزيف على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما يشاركوش معنا يشاركو معنا تكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة